هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التربية الوطنية والمدنية الجزء الأول الصف الثادس الفصل الأول الدرس الثالث التكافل الاجتماعي أولاً مفهوم التكافل الاجتماعي يعرف التكافل الاجتماعي بأنه رعاية الأفراد بعضهم لبعض حتى يكون أفراد المجتمع كأنهم أسرة واحدة يساعد القوي منهم الضعيف ويعطف الكبير على الصغير ويشتركون معاً في الأفراح والأطراح ما صفات المجتمع المتكافل؟ ثانياً مجالات التكافل الاجتماعي واحد في الأسرة يبدأ بتحمل الزوجين مسؤوليتهما مشتركة في القيام بواجبات الأسرة ومتطلباتها كلهم بحسب وظيفته من خلال حسن المعاملة بينهما والإنفاق على الأسرة والاعتناء بالأولاد ورعايتهم وتربيتهم كيف تحقق التكافل بين أفراد أسرتك؟ الأب والأم والإخوان والأخوات اثنين في المدرسة المدرسة هي البيت الثاني للطالب يقضي فيها وقتاً طويلاً بين زملائه وتتعدد صور التكافل بينه وبين زملائه كمساعدة طلب المحتاجين عن طريق تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم مثل التبرع بالملابس الزائدة عن الحاجة والحقائب المدرسية وشراء القرطاصية من أقلام ودفاتر وغيرها ما هي أوجه التكافل الاجتماعي في مدرستك؟ ثلاثة في الحي من أوجه التكافل بين أهالي الحي التعاون في حل المشكلات التي تواجه حيهم وتقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين ومساعدة كبار السن في قضاء أمورهم أذكر أهم أوجه التكافل الاجتماعي في الحي الذي تسكن فيه أربعة في المجتمع يكون التكافل في المجتمع من خلال التضامن والتعاون المتبادل بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق مصلحة للجميع ومن أوجه ذلك رعاية حق الجار وكفالة الأيتام ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمساعدة في الظروف الجوية الصعبة وتقديم المساعدة للمحتاجين أذكر جوانب أخرى للتكافل الاجتماعي في منطقتك ثالثاً أنواع التكافل الاجتماعي واحد التكافل الإنساني هو الحرص على إدخال السجور إلى نفس كل فرد ولا سيما إذا أصابته مصيبة ويشمل حالات الفرح والحزن التي تصيب الإنسان فإن ذلك كله يشعر الفرد بعزته وكرامته يحرص المجتمع على عدم تعرض أفراده للاستغلال والإيذاء فحارب الاحتكار وقاوم كل أنواع الغش لأن ذلك يضر باقتصاد المجتمع كما يحرص المجتمع على أن يبادر كل فرد إلى إنقاذ حياة أي إنسان إذا تعرض للأدى من الجوع أو غيره بالصداقات والزكاة ووجوه الخير الأخرى من أشكال التكافل الاجتماعي في المجتمع الأردني كفالة التعليم إذ يقوم عدد من المواطنين بتحمل نفقات تدريس بعض الطلاب المحتاجين في الجامعات وكذلك تسهم العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم العون والمساعدة للمواطنين بهدف تخفيف أعباء الحياة عنهم أذكر أهم الجمعيات التي تقدم خدماتها للمجتمع في منطقتك نشاط قم بزيارة إلى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقتك لمعرفة الخدمات التي تقدمها في مجال التعامل الاقتصادي رابعاً آثار التكافل الاجتماعي يؤدي التكافل الاجتماعي إلى نتائج عظيمة في حياة الأفراد والمجتمعات ولمعرفة آثار هذا التكافل على المجتمع والأفراد انظر الشكل الآتي استقرار المجتمع توثيق المودة بين الأفراد شعور الفرد بقيمته واحترام الآخرين هي آثار التكافل الاجتماعي ما واجبك تجاه زملائك المحتاجين وكيف تعمل على مساعدتهم أسئلة الدرس واحد ما المقصود بالتكافل الاجتماعي تنين ما الآثار المترتبة على حصول التكافل الاقتصادي في المجتمع تلاتة كيف يسهم التكافل الاقتصادي في توثيق المودة والاحترام بين الأفراد أربعة صنف المواقف الآتية حسب ما يقتضيه الموقف ففق الجدول الآتي واحد الموقف لقاء المواطنين في الأعياد وتبادل السلام بينهم تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي تنين الموقف توزيع أحسن أحد المحسنين حقائب مدرسية على الطلب الفقراء تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي تلاتة الموقف يقيم عدد من الأطباء يوماً طبياً مجانياً في حي فقير تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي أربعة الموقف يزور الطلاب زميلهم للتعذية بوفاة والده تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي خمسة الموقف يشارك الجيران بعضهم بعضاً للأفراح تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي ستة يتبادل الجيران الأدوات المنزلية عند الحاجة تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي سبعة التبرع بالدم تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي تمانية التعاون عند إغلاق الطرق بسبب الثلج تكافل إنساني أم تكافل اقتصادي أسئلة الوحدة واحد ما المقصود بكل مما يلي القيم والإسراف والتكافل الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية ثنين فسر لماذا تسمى العادات الاجتماعية المتوارثة بين الناس أعرافاً ثلاثة أذكر ثلاثاً من قصائص المجتمع الأردني أربعة قارن بين مجتمع يسوده التكافل وبين مجتمع ليس فيه عناصر التكافل وبين أثر ذلك على المواطنين خمسة عدد أهم العادات والتقاليل التي ما زالت موجودة في المجتمع الأردني حتى اليوم ستة اشرح أثر الترابط الأسري في قوة المجتمع سبعة صنف المواقف الآتية حسب الجدول إلى عادات وتقاليد وقيم الرقم واحد الموقف يتعاون أهل الحي في تنظيف الشوارع والحضائق عادات وتقاليد أم قيم اثنين الموقف يحرص كثير من الناس على عمل القهوة العربية بشكل يومي عادات وتقاليد أم قيم ثلاثة الموقف يوضع خاتم الخطوبة باليد اليسرى عادات وتقاليد أم قيم أربعة الموقف تحرص بعض العائلات على تقديم التهاني العيد في الدواوين الخاصة بالعائلة عادات وتقاليد أم قيم خمسة بعض العائلات تولم للزواج ولائم الزواج عادات وتقاليد أم قيم ستة الموقف يحرص الأردنيين على إكرام الضيف عادات وتقاليد أم قيم التقويم الذاتي بعد دراسة الوحدة قيم نفسك ذاتيا بوضع إشارة صح أمام الآداء الذي تتقنه وإشارة خطأ أمام الآداء الذي لا تتقنه واحد أقارن بين الأسرة الممتدة والأسرة النواة من حيث الحجم نعم أم لا تنين أعدد وظائف الأسرة نعم أم لا تلاتة أعدد العوامل المؤثرة في شكل الأسرة نعم أم لا أربعة أحل العوامل للتوافق الأسري نعم أم لا خمسة أعدد نتائج التفكك الأسري نعم أم لا ستة أعدد بعض المظاهر السلبية في المجتمع نعم أم لا سبعة أعدد خصائص المجتمع الأردني وصفاته نعم أم لا تمانية أعدد أهم القيم والأعراف في المجتمع الأردني نعم أم لا تسعة أبين أهمية التكافل في المجتمع نعم أم لا عشرة أعدد أهم مجالات التكافل الاجتماعي نعم أم لا إذا كانت إجابتك عن أي من الفقرات السابقة لا فاستعنبع معلمك لتصبح إجابتك نعم ترجمة نانسي قنقر